موسيقى موسيقى هي صورة الفستان الذي كان عليها أن ترتديه ونجد هنا أن الفوتوشوب استبدل مدينة القدس بجدار الفصل العنصري وكانت هذه الصور من بين الصور الأكثر تداولا يوم الخميس على تويتر ثم ملابس رواد الشبكة أن ألبسوا فستانها صورا مختلفة منها صور القصف الإسرائيلي على غزة منهم من جعل الفستان بصورة عالم إسرائيل ملطخا بالدم معلقون اعتبروا أن اللباس جاء ردا على تصويت منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة في الثاني من أيار مايولي صالح قرار يعتبر القدس مدينة خاضعة للاحتلال الإسرائيلي مروان سأل لماذا هي مدعوة أصلا وزارة ثقافة الكراهية قرأنا في أكثر من تغريدة حساب كارين إسرائيل إيفنت كتب مروع لأسباب ثقافية ومتعلقة بالمودة والفن وخصوصا لأسباب سياسية ثم أضافت القبة تبدو كبيرة جدا ومركزية وتعطي شرعية لوجود مسلم على رأس الهيكل الأمر الذي يعارض أيديولوجيته أما حساب فاشن بوليس فغرد قائلا فستان وزيرة الثقافة الإسرائيلية كان من الفساتين المثيرة للجدل بصورة القدس أسفل فستان عندما يتباهى السارق بما سرق ختم التغريدة لا لاستغلال الفن في السياسة قرأناها أيضا في أكثر من تغريدة وصحفة المينستريم ومهرجان كان حتى كتابة لحظة كتابة شيء المؤتد يريد أن هذا الفستان طويل طويل جدا نعم نبقى في فرنسا رسالة من مؤسسات صحفية عديدة إلى الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون وذلك اعتراضا على تدخل الإليزي في انتقاء الصحفيين الذين سيغطلون جولات ماكرون الرئاسية وهنا الحديث كان بتحديد زيارة ماكرون متواجد اليوم في مالي نعم بالزبط كان الإليزي قال أنه سيختار الصحفيين المرافقين إذن لمكرون في زياراته الخارجية وفقا لتخصصهم فالزيارات التي تدور حول الاقتصاد يغطيها صحفيون متخصصون بالاقتصاد وإلى ما هناك هناك أيضا حديث عن لا حاجة صحفية أو للصحافة السياسية في هذا الشأن المتحدث الرسمي باسم الحكومة خلال مؤتمر الصحفي قال أن الغرض من منع بعض الصحفيين يتمثل في ضمان أكبر من الحرية لتحركات الرئيس الفرنسي مع مرافقين كما أن تواجد ما يقرب من خمسين صحفي وعشرات الكاميرات سيدر بالنقل المباشر لكلمات الرئيس للفرنسيين مؤسسات صحفية كبيرة أبدت قلقها بسبب هذه الإجراءات مشيرة إلى الحد من الحرية الصحفية على تويتر الكثير من التعليقات مارين مثلا كتبت ماكرون مخيب للأمال كنت أعتقد أن هذا النوع من الممارسات يقتصر على مارين لوبين زعيمة اليمين المتطرف رونو كتب بدل إلى الأمام سر إلى الوراء در سيريل كتب عندما تختار وسائل أعلام الرئيس لاباس وعندما يختار رئيس وسائل أعلام يصبح الأمر مشكلة لولوب كتب خفنا على الصحافة من اليمين المتطرف فأكلنا السفعة من ماكرون لويس كتبت متوجهة بكلامي على وسائل أعلام قالت أنتم من دعمه والآن تصرخون فضيحة فيليب كتب بإرادة الحزب الواحد أو إرادة الحزب الواحد اختيار الصحفيين بماذا يذكرني هذا يا ترى بماذا يذكرني أكيد بلائحة أسماء تطول هي أيضا وتطول سنرى إذا كان الرئيس إمانويل ماكرون وفريقه سيضطرون إلى العودة إلى الأمور كما كانت عليه نبقى دائما ياريتا في فرنسا نساء الحكومة الفرنسية التي تشكلت هذا الأسبوع أثرنا عاصفة من التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي بين المرحب والمنتقل نعم التزم إذن إمانويل ماكرون بكلامه وجعل نصف أعضاء حكومته من النساء وزيرة الدفاع وزيرة الصحة وزيرة الثقافة المساواة بين المرأة والرجل شؤون الأوروبية ذوي الاحتياجات الخاصة ما وراء البحار المواصلات الرياضة في التعليقات قرأنا مثلا لأشرف صالحين قوله تسع وزيرات من أصل 18 وزير في الحكومة الفرنسية دليل على أن الوزارة لا قيمة لها دون التاء المربوطة قالت تسع وزيرات ولا يبدو أن خيال إبرت بوتوكس مر على وجوههن ويسام غرد ما لا يؤنس لا يعول عليه هناك كان بطبيعة الحال التعليقات السخرة من نوع تلك التي أرسلها حازم قال فكرة وجود منصب وزاري للمساواة تؤكد اهتمام الدولة بالما ورائيات وكانت مدهشة بعض تعليقات نساء عربيات اعتبرنا أن التشكيلة النسائية هي من صنع بريجيت ماكرون زوجة الرئيس مقابل ذلك قرأنا تعليق يقول في فرنسا الوزيرة لا تكون وزيرة من فراخ احتفل هذا الأسبوع أيضا باليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية الجنسية الأموفوبيا نعم هلأ ملئيت موضوع أهم تحكوا عنه قرأنا في أحد التعليقات على صفحة ريتفيت مونتكار للدوليان بل لأينا لكن قررنا أن نحكي عن هذا الموضوع الذي يعرف عن نفسه على صفحته على تويتر كأول رجل يتزوج من رجل في فرنسا أرسل تغريدة قرأنا فيها السبع عشر من أيار مايو اليوم العالمي لمكافحة الأموفوبيا ورهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي نحن في عام 2017 يقول ولا يزال هناك 72 بلد يجرمون المثلية الجنسية وثمانية بلدان تتطبق عقوبة الإعدام بحقهم في موقع ايديوسكول الحكومي نقرأ صفحات موجهة للطلاب والساتذة تساعدهم على كيفية قبول الآخر المختلف كيفية تعامل مع مسألة تعرض بالسوء للمختلفين جنسيا في الحياة وفي المدارس ماكسيم كتب أن تكون مثليا جنسيا هو مثل أن تكون أبيض أو أسمر البشرة هذا ليس خيارا بينما رهاب المثلية هو خيار يقتل أحيانا وبطرق ملتوية ألا نعتبر هذا اليوم هو يوم التحريض على كراهيات كل من لا يقبل المثلية الجنسية في قاموسه وحساب المفوضية الأوروبية كان نشر صورة نجوم العالم الأوروبي بألوان عالم المثليين مع عبارات حرية الحب هي حرية العيش إفان سبيغل مدير سنابشات يسخر من انستغرام بعد أن استنسخ هذا الأخير فلاترة نعم صرق الفلاتر أيضا قال إن كنت تريد أن تكون مؤسسة مبتكرة عليك أن تكون مرتاحا وتقبل فكرة أن يستنسخ الآخرون منتجاتك خصوصا إن كانت مثيرة للاهتمام ولكن ولكن إن كان لديه شريطا للبحث فهذا لا يجعل منها جوجل انتهى ريتويت شكرا لك انتهى ريتويت ودخلت مونا في كامل أناقتها لتقديم الموجز ومع كريتا نأتي إلى نهاية فترة ظاهرة لهذا اليوم أشكركم على طيب استماعكم بعد اللحظات ستكوننا إذن مع الأنيقة مونا وموجز الأمن وآخر الأخبار